السلام عليكم عبدالله وبركاته مجموعة اسئلة مهمة من معرضة عايزة اقدمها لك عن The Prisoner of Zenda نبتدها هطول الاسئلة طبعا النظام الجديد اللي هو بيسألك عن رأيك لو مساكت الشخصية المؤسرة المهمة عندنا بدأت اسألك عنه يعني اقلت لكي مثلا In your opinion why was the rudder flacender a man of principles معيه كده لو قلت لكي لهو In your opinion why was the rudder flacender a man of principles رجل عنده منبادئ A man of owner رجل عنده شرف وكرامة A man of fair رجل عنده عدالة A man أو conscientious يعني ايه رجل عنده ضمير اي حاجة من دول ضمير عدالة هتفكر في ايه 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 اللي جلستنيه في السوري عدالة ضمير مبادئ اول حاجة ان هو لما عرضوا عليه سابت وفرز لازم تتقدم بقى لفلافيا رفض وقال لهم ازاي الموقف الثاني ان هو كان في موقف كده قال في سابت انا ممكن اقتل الكنجو مايكل واستولع الحكم وافضل كين قال له هتعمل ايه قال له لا مش هعمل كده انا رجل عارر الكنجو دول الموقف الثاني اللي هتكلم فيهم هتقول مع بعض التانية قرر ان هو يقاتل مايكل وينقذ الملك اي سؤال بالمعنى ده طيب لو تلك ايه سؤال بالمعنى ده طيب لو تلك ايه مخاطر مغامر اهم نقطة هنا مروحه او موافقته ان هو يروح لوليتينيا ايه ده عبدالول الكين والديوك مستعد يعمل اي حاجة عشان يبقى كينج حتى لو كان قتل اللي هيجي ده اتنين لما راح السامر هاوس رغمنا عارف انه هناك فيه مصيادة مع ملاله والتلاتة لما راحنا الهانتنج روجو جاء خارج لقى رجالة ديوك مايكل ورغم خطرتهم وهو كان هو سبت لكن دخل فيهم وقتر اتنين منهم ما تنساش لما اتل لنا ثلاثة من السيكس مين المحترفين دول اتل منهم ثلاثة برسوني ودلوتيت وددفر حتو رأس زي؟ حتو له يأغرام واحد يأغرام به يأغرام بهده ويأغرام بهده ولكنه ليسه بسهول كما يريد فتح الديوك ويأغرام بهده ودوك عايز يعمل اي حاجة سأتل لأمثل في المساعدة ثلاثة يفوت ميكيس من outside the hunting lodge. حاربهم. وكمان فين؟ في السامر هاوس. ومتنسيشن هو كير two of michael's men outside the hunting lodge and the three of the six men. طب لو قلت لك الرجل فاسندار ده intelligent. intelligent يعني ذاكي quick thinking عنده سرعة بديهة. الرجل ده لو كون بقولك الرجل ده عنده سرعة بديهة. تمام? ايه اللي انت شايفه عنده اا في سرعة بديهة. هتقول لي هو عنده سرعة بديهة لما لما جم هاجموا عليه رجالة مايكل في السامر هاوس بسرعة فكر انه يمسك ال iron table الترابيزة الحديدية ويهجن بها عليهم يوقعهم ويحمي نفس المبصص بتاعهم ويهرب بيها او يهرب بالطريقة دي فروح تقيل لك كده اقنا بسريني ها. وين مايكل زمان تريد تو كيل هايم زي السامر هاوس used an iron table to attack them and escape. فور. اجود اكتر. الرجل ده اجود اكتر. اجود اكتر يعني ممثل جايد. مؤدل الشخصية ممثل يعني. الاتنين. طبعا ممثل جايد لانه مفيش حد اكتشف باقي. يا ميستر ليه? ده الديوك مايكل ده انتوان ايه? ده فكر لما ديتشارد دعم. كل دول ما اكتشفوش انه هو مش الملك. ده هم عارفين عندهم معلومة انه هو مش الملك. الديوك مايكل هو اساسها. الديوك مايكل سمم اخوه خطف اخوه في عارف انه قدامه ده مش هو. يبقى هو الممثل جايد. مفيش حد غير الناس اللي عارفه اا 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 اتعرف عليه. او قال ان ده مش الملك. حد تاني لأ. سابت وفريتز ده هم اللي جايبين الممثل. فالاجابة اقول له انه هو ممثل لانه هو ممثل لانه هو انتوان اكتشفوش انه كانوا عارفوا بالفعل. فايف لو تلاك الرجل ده لكي. يعني محزوز. والله يبقى هنا محزوز لما لقى الانتابل يدفع بيها. لما عند الهانت انجلوج عملوا عليه كانوا على وشك يعملوا عليه كده التهب كميشة كده يلفت. حواليه. الا انه لقى جاب في النص طار منها. فجوة في النص طار منها. لما روبرت ستابد هين طعنه. الطعنه مكادش خطيرة قوي في كتف. لما ديتشارد قابل ديتشارد جوه في الكاسل. تمام. وكان متعلق فيه الدكتور. قتل الدكتور ديتشارد بس مكانش معاه جان يخلص بيه عليها. فدخلوا في امبارزة. افادوا فيها مين؟ افادوا فيها الكينج لما زقت الكرسي على ديتشارد. ولما ديتشارد اتفقد توازنه وقع على مين؟ على الجثة بتاعت مين؟ على الجثة بتاعت الدكتور. سعدت هي كمان الماء يقع. فلاكي. انا بتكلم على مينشل الحظ بصفة عامة. بتكلم على ردر فراسندر. ازاي هو لاكي؟ هتقول لي واحد. ها تسكيب ديث ماني تايمز. ازاي؟ واحدين تلتة اربعة. ها تجد ان ارن تابل. وان تسكيب ديث لبراكت بيهان في المنزل. مايكوز من ودبوت كانوا على وشق تتابه. لكنه تسكيب ديسوه أجاب. لا أجاب في المص. طيب. روبرت تسكيب ديثه. طعنه. ليس شودر. بتيت وزن دانجرس. ديتشور. تين انت هافا جن. انت كينيس برسن. في الكسر. زا دوكتورز بادي. الجثة بتاعت الدكتور. هل بتكعدت الجثة ساعدت. هل بتهيني؟ كان عملت حظ معا. لما بقى هو في الفرس في الغابة في المشاهر الاخيرة. فريتز ظاهر. لما كان هو ضد روبرت وروبرت الحصان. وروبرت كان عراشا كيقتله. لانه اقعنا منه. فريتز ظاهر. وطار. خاف طبعا. خاف من ان هم اتنين. هيبقى على واحد. ثانيا. انه فريتز كان معاه جن. والجن اسرع من السيف. اللي معاه. طب. لو قلتلك انها يعني راجل بيحب الاسرار. يحب كده يبقى حويت يعني. هم؟ هتقولي في الاول خالص. ان هو قال ان هو ما قالش ان هو رايح في روليتانيا. ما بيحبش يقول عن سفرياته. وبعد كده واحنا شغالين كده. لقينا بيقول انه قرر ما يقولش عن خططه ان هو يبقى بوبلر محبوب. ما قالهاش لمين لسابته وايه. وفريتز محبوب وسط الشعب. فسيكريتف دي هرد عليها بقول له. محتقين. طب لو قلتلك ان هو راجل ده راجل جديد بالاحترام. محترم. محترم بالفعل. اللي اتنين دول يؤدوا لانك انت هتتكلم على الحاجتين. اعماله ايه اللي خليته يبقى محترم. هو جديد بالاحترام كأسرة. يعني الاسرة ديت هو جاي من اسرة جديدة بالاحترام اصلا. ثم عمل اعمال خليته يبقى الناس تحترمه. فهقولك النقطتين دول. he was from a respectable family. he was from a rich and important family. اسره مهمة. اسره لها اعمال مهمة. في البلد. اتنين. he was respectable. he saved the real king. الراجل لما حكم روتانيا حكمها كويس. الفترة اللي حكمها فيها. لما قولك الراجل ده مالتي لانجوال. ليه مالتي لانجوال نمبر ايت. مالتي لانجوال يعني بيتكلم كزا لغة. طبعا بيتكلم كزا لغة. ايه هما اللغات. بسهلة او تعرفها. انجليش. الكلم انجليزي اللي هو لغة بلده. وكل اللغات الاجنبية التانية. اللي لما بتروح مدرسة. السنة ويقولك ايه اللغة الاجنبية التالية داسة. بيقوله French, Italian, German, Spanish. اي واحدة من دول. هو بيتكلم كل دول. اللي ايه. فراح مدي اردر لنين. مدي اردر للمارشل. قاله اقول للجنوب بتوقعك. يمشي قدام. وانتو خليكو هنا. وانا همشي لوحدة. انا عايزة همشي لوحدة. التانية تنح كده وبصله. ايه ده فيه يا عم انت. تتكلم ايه ده تمشي لوحدة الفين في الجزء العود. ده الناس هنا بتحب نين. ايه. الدينوك. مش المالك. بصله كده اللهم تنقلو ويقولك ايه. لو سمحت. لو سمحت. انساك تشكل مين. لو سمحت. اندي العرد بداخل. ده بدان ان هو حاسم. he was decisive when he gave an order to the marshal to tell his soldiers to ride ahead. انه هو مش فاواري. deciding to ride alone through the old town. understanding as a human. يا راجل جاه كان متفاهم كانسان. كان راجل انسان. انسان ان هو في الموقف اللي كان بايزن بفيه. متسمن فيه الكين الحقيقي. ونام عن قرض. وشكله غالبان قوي. هنا بصله كده وافق. وافق يعمل ايه؟ انه يقوم بدوره كمالك في الكرنيشن. عشان في الاخر ينقذ او يلاقيه طريقة في النهاية تنقذه. فهقول له هنا. باين التفاهم كانسان. وانه هجريد. to be ten. to be king. for the sake of the poor. كينج الملك الغالبانه was lying. اللي كان. بدون اي حاجة يعملها على الارض ناين. غالبان كده على الارض. طيب. 11 دقة. نطلع من البلطاقة ديت. ونقول 11 دقة. in your opinion. من وجهة عزارك. did rasendal improve the king's image. هل rasendal حسن صورة ال king. اصله كين. صورته عند الناس ما هو راجل غريب. عايش بوارة. بيحب بس عن تنجل سيد. جود فود الأكل. كويس. طيب. هل حسن الصورة؟ السؤال بطريقة ثانية. rasendal succeeded in correcting the picture of the real king. هل rasendal نجح في تحسين تصحيح سورة الملك الحقيق. انزال الريتاني. في عقول الشعب الريتاني. هقول له او حسنها. حسنها ليه؟ عمل ايه هو؟ اول حاجة لما ماشى في الاولد بارت. وعلى فكرة ما ماشاش مرة. مرة تانية. لما اشترى من دينت فلاور. ودها جولد قوائل. مرة ماشى فيه البارك متنزة. حديقة كبيرة كده عامة. واعد يشاور للناس. باي باي كده للناس. مش عايز يبقى. اه بينما الحقيقي. الملك الحقيقي ده يجيب بعيد خالص. حتى ما يعفوش شكله. يبقى حسن الصورة احسنها. حسن الشعبية احسنها. لما راح بيت فلافيا. الناس حبيته. او او يعني انت لما تروح لحد محبود. والناس اللي بتحب لحد المحبود. بيبدأوا بصورة كده. فهنبدأ نتكلم في النوع دي. ايه هتتكلم هو السؤال نمبر كم. 11. هتقول له راسندل. could make himself popular with the reuthanian people. when he entered the old part of power. قلون لما دخل الجزء القديم لوحده. to gain the trust of the brook. عشان نكسب ثقة الناس. انا ماشي الملك. ماشي فوسيك وهمش حاجة. ممخافش منكو. انتو مش اعدائي. انتو حبيبي. شعبي. راسندل بلان ده برضو خطط. not to be a distant king. انو يبقاش ملك بعيد كده قاعد في حتة بعيدة. لا 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 لا. he went to the park wave to people. and put a flower. فمرة. فمرة. from a girl and give her a coin. بالتحليل. a good coin. he went to Flavia's palace. as she was popular. and his visit would increase his popularity. يبقى هنا سؤال جميل. انو احسن الصورة ايوة. راح الاودوارد. راح لفلافيا. راح لفلاورد. راح لفلاورد. راح لفلاورد. واشترا منها. فلاورد. وادها ايه. ايه. good coin. طيب. 12. 12. بيقولك. اتحول. from. ايه بقى? responsible. يعني ما عندوش مسئولية. I'm caring. غير مهتم. لا مبلاء. to responsible. طيب المسئول. caring. مهتم. اه. في الاول خالص. في اول ما بدأنا. بسبب العمارحين. قال روز. انا بالنسبالي. opportunities. هي responsibility. هي مسئوليتي. لما تجيلي فرصة. هكهتش ايه. حمسك فيها هالقط. غير كده ما. مش في دماغي حاجة. وبعد كده. بعد كده. قال لي فلافيا. كان المفروض رايح ان هو هيطلب ايدها. لا. الاينها بيفتح معاه موضوع. بيقولها. انا عمري. ما تخيل. ان انا ايه. هكون مسئولة عن ايه. عن المجتمع. طول عمري فاكر بدي مسئولية حد تاني. حتى هي استغربت. لانه المفروض. يبقى عارف انه من زمان. من طفولته هيتقى ملك. وهيتقى مسئولة عن المجتمع. وعنده مسئوليات. طب. دي وجهة نظره. القديمة. طب وبعد كده اصبحنا ايه. لا. اصبح عنده مسئوليات. مسئولية المدير البلد. طمام. اه. مسئولية المنقذ مين. المنقذ الكينج. ايوة. في النهاية راح قال ايه. في الاخر خالص قال. معلومة كده. في النهاية اللي هو استفاده بقى. انه بي او من غير. مكانة في المجتمع. كل واحد فينا عنده ايه. مسئولية. هجاوب السؤال الثاني. طيب. هتقول. كذا يحدث ايد ح Taoائز. اقد أبغرز روز. انا بتكلم على ايه التاريخ الادين. التاريخ القديم. لف alright. coração ي �ي use. كل ما عندنا مسئولية. اصبح ذلك أبغرز استفاده بالпр quiz. شائbly كلنا عندنا مسئولية. امسب ايض إذا ان لا تتم تلك معاول مريفة. لكنه لا يعطي ابغن واي يمكن في المجتمع؟ يعني كلنا عندنا ايه الراجل ممكن نضيف كمان حاجة لو المساحة اللي التواخدها فيه البوكلت مناسبة ممكن تضيف كمان حاجة انه هو اثناء المغامرة هي هات تران ادار البلد سيفد الكينج سيرتين وورز سيرتين الحروب مفعاش اخلاقيات مرسي رحمة سنبا فيت عطف الاستريت الاستريت يعني اخرح اه طبعا انا هشرح مش هحكي له مباطع بيه فيلم عربي ولا فيلم جنابي الا اه دي انا هشرح من الاستوري هوعا طبعا انا هشرح الحروب مفعاش رحمة عندي اكزامبلز كتيرة بس اخد اعلى واحد اللي هو ماكس غولف لما ماكس هوف ده لما رودلف راسندل شايفه كده بيحرص البيب قتله كان قاد في ماركب وقال لنا اتسوه انا وكنت كاره هعمل كده بس اتسوه لانا اقتل اما هتقتل فانا هقتله عشان اساحل الامر لنا بعد كده مثلا فاحتواخد الاستريت ده قطولك راسندل حد تكيل ماكس هوف عندما رأيه تقتل او تكاتل اتسوه اتسوه لانا اتسوه لانا اتسوه تقتل او تكاتل فورتين راسندل سيف زا كينز الاولاد انقذ زا كينز لايف حياة الملك والعكس والعكس او المنا اسمع هتياه والعكس يا مصر ازاي يا حبيب قلبي هو انقص حياته راحله قتله الناس وعمله الخطة والكلام اللي عمله كله بس والعكس لان هو وهو بيحارب ديتشورد وهو بيقاتل ديتشورد بالسيف المبارزة دي كان ممكن يقضي عليه ديتشورد لانه اقوى منه في الحتة دي في السلاح المبارزة في المبارزة لولا مساعدة مين لولا مساعدة الكينج الغلبان الضعيف زا الكرسي في رجلين مين في رجلين ديتشورد وده اللي خليه واقع وقضى عليه رابل في راسندل فاحنا يا عم كده متكافئين في الحتة دي هقول له ايه راسندل اتاكت زا كاسل كيرد نوكس من سيفت زا كينز لايف زي الفول الكينج ارسل سيفت راسندل وينه 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 ما يزيده تتشورد وزا باوت علاوشك ستاك راسندل يدرب راسندل بسيفت الشير رمى الكرسي أجلس ديتشورد بتعاد تتشورد ومتفيده من قلعه راسندل كمان كامل عليه حسين ادني سابينه راسندل ورافد راسندل هو رفض ده مثل او مش في الاول كان اكسب لان الوظيفة انترسنج و لان طريقة روس كانت مالها امباسبل ترفيوز لكن في الاخر رفض انا شايف السبب الاول طبعا انه هو لقد ذاكي السبب التاني هو مش محتاج يشتغل مساعد لسفير ده انا اشتغلت كين وفي سبب تالت انه هو شايف هو انت عايزان اشتغل ليه عشان يبقى عندي ايه عندي اتجاه المجتمع طب انا شايف بعد اللي انا شفته مش لازم تعرفيه انه with or without ايه نكلم روز يعني with or without a position كل واحد فينا عند responsibility فاولي سببين انا اقوله اتنين مش تلاتة اللي انا اقولتهم دول تلاتة الاولاني 15 first he looked exactly as a king second he worked as a king before and he would not accept any hopelessness دول سببين في سبب تاني ان everyone كل واحد with or without a position هاد ايه اه اه بالنجة بنظره هاد ايه a responsibility مسئولية towards نحو المجتمع دوسي 16 what do you think رايز يعني ايه لايز يدرك رايز that اه 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 he was not the real king ما كانش حد اه 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 يبدو عليه انه ادرك انه هو الملك انهاش الملك الحقي 17 17 do you think رايز اندل was lucky to look exactly like the king of ruthenia why طبعا اسئلة دي من رأيك حضرتك لو قلت لي اه انا شايفه لاكي لانه هيقوم بدور ال king ويش حياة ال king براحتك انت شايف كده اهم حاجة تكتب ليه the spelling and grammar يكون صح والكلام معقول انا شايف لا مش lucky لانه اضطر الشابه ده اضطر يحطه مكان ملك بس ملك محدد بالقاتل يعني هيتحط في مكان ديوب مايكل عايز يقتل اي حد يجي في المكان ده عشان يبقى الملك فانا شايف لا التشابه بينه وبين الملك الحقيقة ما كانش نخليه يعني lucky ده مش نعمل حظ خالص يعني مش شايف كده ليه he wasn't lucky نقرأ مع بعض as he had to risk لانه كان مضطر يخاطر به his life and face dangers ويقاب المخاطر by redressing اذا كنت جنوة يحل محال ال king 18 راسندل position مكانتو in society gave him opportunities الداتو فورس do you agree ولا لأ انا شايف انه مكانتو في المجتمع اه طبعا بدات له فورس هات من الاول اتعلم في جورمان سكول و جورمان يونيفرسي بالتالي التعليم في ملابس جيدة خلاه بيتكلم انجلش و بيتكلم اسبانيش و ايطاليان وا 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 حاجة تانية خبيثة انه هو عشان من قصرة جيدة سير جيكوب اختاره و اشتغل معاه سفير يعني هياخد واحد جاهز مش لسه هيعلمه ازاي ياكل و ازاي يشرب و ازاي يلبس و ازاي وجهه و مظهر بالتالي شايفا انا اي اجري الموافع عليه ان البوزيشن بتاعته في المجتمع بتاعت رودولف اداته فورس تاني حاجة شايف ان راسندل's position give him other opportunities ,يأي، because he went to a good school and learned to learn many languages لغات كتيرة learned to learn to ride a horse and to use a gun and a sword اه يعني انا انا شايف انه الحاجات دي كلها عشان يتعلم هاي البقى ده لقى تعليم كويس بايه بالمكانة والقدرة على الانفق طيب سؤال 19 In what way does Rasindl realize that ادرك انه he can't have a quiet life anymore بايه طريقة ادرك راسبك انه ما عادلوش حياة هادية تانى خلاص طبعا ده الكلام ده هو فروريتين طبعا ادرك انه هو الحياة مش هتبقى هادية بايه طريقة باسألك بانه عارة طول هو عرف انه دوقتي الخصم بتاعه الديوك اللي عايز يبقى الكيب وهو قاعد مكان الكيب والديوك مستعد يعمل اي حاجة حتى لو كانت قتله عشان يبقى الكيب فبايه طريقة اعرف انه هو مش حياة حلوة مش حياة لذيذة زي زمان حياة خطر فيها خطر اه اسي نقول لانه عارف نقول ايه that the duke was ready to do anything to be king even killing him حتى لو كان اكله بابسط حاجة 20 why do you think that rassendam wants to tell princess flavia that he is not the king ليه كان عايز يقول لها انه هو مش الملك الحيلي من رأيك ايه اجابة مقنعة with beringo grammar to protect the country in case of not return يحمي البلد لو ما راجعش تبقى هي عرفة انه هو مش الملك انا رايح فاستعدي حال قال لها هو ما قال له هذا بس هو كان من رأيه يتفكيره كبه 21 why do you think that rassend is the pulse المب بتاعه هو quickened تصارع لما قلنا في الهانتنج حس كده ان الكنج يا جماعة اتخطف طب ما الكنج كده اتخطف ده ممكن ايه ده انا ممكن على كده الكنج لما اتخطف تعالى بقى كده واحدة واحدة كده نفكر مع بعض ولما نروح بقى سلسة اه ده الكنج ممكن مايرجعش وان افضل ايه طب هنا لو فضلت كينج تصارع قلبه طب ما حاجة حلوة حاجة حلوة ازاي ما هو الديوك ده بيسبب له آآ 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 وخطورة جامدة ممكن تحصله في اي وقت يبقى ليه قلبه تصارع كده ونبضاته بتصارع كده هتقولي هل انت شايف ان راسندل ده محق انه مايشيكش اي مسئوليات والله واحد هايقول لا انا شايف ان هو مش محق اي حد فينا لازم مسئوليات هل يساعد مثلا ازرز اه انت شايف كده واحد تاني هيقول زي ما انا قلت كده اعتقد ان هو عنده حق مايشيكش وعنده فلوس كفاية مايشيكش بقى مسئوليات وقلق ممكن يساعد بس من غير مسئوليات يعني يساعد جماعيات خيريه من غير من غير مسئولياتها يعني ممكن اساعد من غير ما اعمل يعني ما اعملش جماعيه او مؤسخة بيه بس اساعد اروح ادفع فلوس واعد بيه لكن عملتها انت مسئول عمين بقى الاطفال لو كنت عملها بس اللي رعيت اي تاموك طيب رأيك هتقوله سبيلنج صح رأي معقول في الاسئال اللي هي فيها رأي جامل دي ليه تفتكر اختار جوهان ليه تفتكر اختار جوهان بالتحديد يبقى جاسوس اولا مواصفاته هو بيكره الشخص اللي احنا نتجس عليه مش بس كده بيخاف منه ما بيحبوش بيشتغل عنده طب ليه لانه خايف منه يبقى هو اختار حد ضعيف ينفع اجنده وطبعا بالشوية فلوس كده وشوية تشجيع يشتغل ليه اخترناه بيشتغل بيشتغل عنده وبعدين اضيف عليها ان هو شبه بس اتكلم على الصفات انت شفت ايه فيه صفات بريف شايف كده معي بريف حاسم ريلايبل يعني ايه ريلايبل دي يعتمد عليه ايه ايه بعدين كده معي اقوله يلوك دي ايزاك كينج والالماني بتاع قويس ايه الصفات اللي عنده ايه الصفات اللي عنده مش بس شكلا ومش بس الالماني ايه الصفات اللي انت شايفها انا شايف ان راجل عنده مسئولية عمروا محب الدلوقتي قدامك هو قصة بتاعتكم ايهاز ماني? what's responsibilities does he have? اولا عمره محب برسبنسبلتز هقول اللي قالناه قبل كده لما قال لي روز ان الوبرتينتز الفورس لما تجيله هي رسبنسبلتز ولما قال لي فلافي انه طول عمره بيعتقد ان مسؤولية المجتمع مش بتاعته ده بتحدد تاني اه طول عمره طب دلوقتي عنده مسؤولية ايه يا فندم عنده مسؤولية انه يدير بلد انه يهتم بالشعب وينقذ مالك وفي النهاية قالها في النهاية قال ان الواحد دي او من غير مزجر عنده ايه عنده شبه السؤال ده شبه سؤال حلماء قبل كده بس بص بتفكر ازاي بقولك ما كانش عنده احساس بالمسؤولية اديني كلامك طب ودلوقتي عنده مسؤوليات ما كانش في النهاية بقى دلوقتي عنده مسؤوليات ايه هي هنقول نفس الكلام اللي فات بس هنزود حتة انه ادخل انه عام نفس الوصولية ايه هيه من مزجر ان الفرص هي بقى مسؤوليته انه رو بقى لها في النهاية ايه كان fouه았ام انه صfiveه بتاسعه بالتعلمة ايه التي نستطيع الاية لا ت val deste و أحد أحد أخرى في قوةه أثناء المغامرة بتعته لقد تنظر أمام لدري معايق نجد أن يحسر أسوار العائلين و أكسر أسوار الأخي في النهاية المغامرة و في نهاية أمامة يعني المغامرة بتعته قلت أن كل شخص معي كل شخص معي مرتز معايق يعني كل شخص معي يعني كل واحد عنده ايه مسئولية بس كده بس كده طيب هل تسمم اتسمم بس هيكت وحداية بس فالتسمم كان بسيط طب اللي يباين اتسمم انه ما عرفوش صح والله بالمية عشان صحيح ازاي لها بدور الملك طور معرفته في مجال السياسة هو اتعلم يدير ملد بلد متخيل وبعدين بقى يعرف يتظاهر كده انه بينسى القواعد لما يجي يرتجب خطأ كده في القواعد والكيك والحركات يعني اتعلم ازاي ايه ازاي تظاهر كده اهلا انا اخدتش بالي فى الناس اللي بيقابلها ممكنين سيسمعها لا هو مش عارف اصلا لا اسم لما سلم على الولد روبرت وداله الامان رغم انه عاده وثابه انه ستابده دي اهم نقطة فى الانه لم يتظاهر كده انه روبرت فى الانه ممكن ان يتعانه انه يتعانه او ازاي شوطر 29 بعد هؤلاء الرجال الاشرار يجب انه هما ينضموا الجوزيف لما كنا فى العمتنج روج وجاي طالح هو رسابت المفروض بقى رايحين من سيسر شافوا مين؟ شافوا للجالة الديوك قالوا الكلمتين دول قالوا رسابت لازم بعضهم يحصر جوزيف لسه هما زعلانين ومتعصرين بجوزيف القتيل جوه تمام؟ فى الواقصد ان بعضهم لازم يتقاتل يحصروا فى الموت رساندل means that some of them should be killed ينضموا ليه فى مين؟ فى الموت طيب ست خطة روبرت قالوا روبرت قالوا روبرت قالوا اقتلك الديوك واقتلك الكنجو نقتلو سابتو فريدسو ونعيشو بقى انت كينجو وانا اخد الورد لماذا اتبعش خطته لانه مش جاشع ولا شغير طيب ستة واق اه هاه افتكر حاجات قليلة اوي افتكر حاجات قليلة اوي افتكر او ناس كتير فى اكيد افتكر قليل اوي وان كده اما افتكرتش غير فلافيا و او ديوك طيب افتكر انه اتبعش فى افتكر بكى انه كانت جدد و انه كانت جدد و انه كانت جدد دنيا كانت زحب ستة واقع ستة واقع بيقول افتكر افتكر الحياة بتاعت الملك اللي مش حقيقي اصعب من حياة الملك الحقيقي اطبع لان الملك اللي ريضى ظاهر انه ملك ده اللي بيمثل انه ملك ده محتاج يعرف ايه اللي يقوله ايه اللي يعمله لما يتعامل مع الناس محتاج يعرف حاجة عن الملك اللي هو جاي مكانه عن تاريخه عن نسل صحابه عن المسئولين اللي معه اضافة العمل الطبيعي يبتعب. فالت I think he says this because he needs to know something about the king's likes, dress, weaknesses, servant and family. He needs to learn لازم يتعلم very quickly what to do and what to say to important people. او طبعا صعب انك انت تكون بريتاند كينج لازم تبع عارف حاجات عن الملك لازم تعرف ازاي تتصرف وازاي و ايه تقوله. سيرت سيرت جيكوب انا شايف انه هو اختاره عشان قصرته وعشان متعلم عشان يقول لغات. اعظمي دي اجابة مقنعة يعني. راسندل was from an important family. راسندل was well educated. he spoke english and french and spanish and italian and german. 34. how did راسندل know that joseph had been murdered? ازاي عارف انه جوزف اغتيله قتله. هو دخل لقى الجزة. تمام? السؤاج. عارف منين? تقول له مستر مش يمكن شايف شكله كده. لا احنا عايزين نتكلم على حاجة تاني خلص اتقالب. انه كان في حاجاتي هنا مطورة كده ومتبعترة على الارض. دليل انه كان فيه فايت خناءة وده تلقاتي اتراه واحد متمدد كده على وشه مثلا على الارض. اه المنظر بنشوفه في الافلام ده. طيب. حجرة اللي هي من جوه القابل داية. ازيف كما لو كان زرهاد بنفايد كما لو كان فيه خناءة. and he saw joseph's body in one corner. السورة كده كاملة بتقول ده اتير حاجات متمطورة مثلا كراسي طرابزة على ضهرها اه. وفي نفس الوقت الجسة مرمية على جنب كده لأ يبقى كان فيه هنا خناءة جنبى قوي قاتل فيها. سورة فايل. ازاي راسندل علم الملك ازاي بقى ملك? معا? طب وده حصل فين ده? افتكر معايا في الاخر خالص بقى لما الملك قال له ايه? قال له انت علمتني ازاي بقى true king. اه? اه 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 يعني ازاي بقى السؤال بقى ازاي بقى علمه ان هو يبقى true king. انت شايف عمل ايه? انا شايف ان هو خاطر بحياته. انا شايف ان هو اتولى مسؤولية البلد. انا شايف ان هو قرر البلد. اه. ده بقى true king. ال king كان زمان ايه? اه يهيس ويروح هنا ويروح هنا ويسافر ويبقى يعني. هي الاجابة هتكون ازاي علمه king. اهي تيكس his responsibilities as king seriously. طوال لما اسؤوليته كمال بجدية. tries to run a country world حاول يدير البلد بكل جدية وحصني. risks خاطر به his own life to rescue the king. مخافش. ازاي علمه? ازاي علمه? هو قالها. ازاي انت خلتني اتعلم ازاي ابقى true king. ازاي? 36. although the dukes two offers. عرض عليه عرضين البيو. were very generous? كانوا سخيين. why did you have some that refuse that? اولا العرضين. واحد عرضو في السامرهاوس كان ديتشور. عرضو. اللي هوب تعال. الفرفتي اه ساوزن باونز. واحد عرضو روبرت كان في طرلينهايم. اللي هو كان one million pieces of gold. مليون قطعات ده. وفي الحالتين رحلة امنة. safe journey to the boarder بالحضور. خد الفلوس واخلع منها. رفض في الحالتين لانه هاولو كمتين. not greedy not evil. ولا هو جاشع ولا هو شرير. 37. what changes? ايه التغييرات هفعب? on acting the rule of the key? ايه التغييرات اللي انت شايفها عليه? انا شايف اهم تغيير اللي انا شايفه قلناك كذا مرة انه هو كان في الاول شايف انه ما عندوش responsibility مسئوليات. وانه هو مسئولياتي هو بتاعته بس الفرص اللي بدينه. لكن في النهاية عرف ان كل واحد في المجتمع عندو responsibility. حتى لو ما كانش عندو position. فروح تقيل. ايه راسندل told rose that opportunities were his responsibility. بعد كلا he told flavia that when was young he thought that the responsibility of the society was not was not his مش بتاعته. معايا? and was someone else. at the end of his adventure. في نهاية ايه بقى? المغامرة بتاعته. he says that everyone had a responsibility. عندو ايه بقى? كل راحية مين? المجتمع. ايه في ليت حتى لو كان ديد انتها في ايه? ا responsibility. تمام? طب يعني انت كده السؤال ده اتكرر كده لو تفتكر كده حضرتك قبل كده. اتكرر انه هو اتحول من راجل responsible الى راجل ايه? responsible. بالوقت احنا بنقول ايه بقى? ايه التغييرات? ايه التغييرات? اللي جات على مين? اللي جات على عبر مشواره. اهم تغيير هو انه اتحول الراجل عنده ايه يا دماعة احساس بالمسؤولية جامد قوي. طيب ماشي ايه? اه بعد كده من رأيك. تمام? why was duke michel? حتكلم ده على duke michel? wicked. سأتي ايه بقى? wicked. يعني شرير خليص. evil cruel قاسي. بيخطط كده ومتآمر. cunning. خميس. مخادع. a man of mean deeds. ديز يعني اعمال. اه امانة من ديز يعني راجل عنده اه اه اعمال حقيرة. مين كده من اتنين لها معنى تاني كده غير انت تعرفه حقيرة. حقير. سيء. كل الصفات هتستخدم فيها جملة واحدة. انه هو استخدم بايزن كيكس. عشان يموت اخوه. عشان ايه اكينج ويقتر اخوه باكينج بدان. he sent his some poison cakes to get rid of him. عشان يتخلص منه. and to be the king of ruthenia in state. طب لو قلتناك بقى سؤالت هنا. لقين. مايكل's invitation. الدعوات بتاعت مايكل. ويرفوس. كانت دايما كاذبة. تريكس. خبع. trapt. حيال. وخبع. ومسيادة. بيعمل مصايد. كمائن. الاستريت. اشرح. اه. اول invitation دع اخوه عشان يسممه. وبعد كده خطط له. تاني invitation كانت له انتوانت. قال لها تعالي اعودي في المانشن. وحبسها هناك عشان بتساعد رودلف راسندل او على اتصال بيه. بعد كده دعا فلافيا عمل لها invitation تيجي تقعد في المانشن. وكان قصده ان هو ماري هيري يتجوزها او ينلحى عن البلد. بحيس ان يتمكن ان هو يبقى الكينج. لان هو مش 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 من حقه ان هو يبقى المالك الا لو اتجوزها. طيب كان ممكن يتجوزها بالحيلة دي. يبقى هتكلم على طلق موضع على ال invitations بتاعه. all michael's invitations were tricks. his invitation to his brother. اول واحدة. اول واحدة. ايه زالي كينج يعني to the hunting clutch. وهو اتراب? كمين. وهو ايه? اتراب. ايه بقى اتراد ليه? to ايه حبيبك? to get rid of him. and to be the king and stay. his invitation to antoine to visit the castle. was also cut aidan اتراب. ليه? to prison here. زير. because he discovered. لانه ايه? لانه اكتشف. اكتشف ايه حضرتك? لانه اكتشف ميستر اني she helped rassendal at the summer house. لما كانوا في السمر house. his invitation to princess flavia to visit the castle. was a trick خطعة. ليه? to kidnap her. to force her. to marry him. جميل. اه الراجل ده بيدعو الناس وهو عينه في البعوة. 14. who wanted all? اللي بيقص كل حاجة? lost all. بيقصر كل حاجة. how do this word is? كلمات دي match with michael. ماشية قوي مع مايكل. هو مايكل عايزي. عايزي با كينج. طب عشان يبقى كينج عايز يتزوج من مين? من flavia. وفي نفس الوقت يحتفظ بمين? بانتونت. يبقى عايز با كينج. وعايز. بقى. حيتجوز flavia. وعايز انتونت. عايز حب ويفضل جانبه. عايز كل حاجة. خسر كل حاجة. اتقتل في الاخ. على ايد واحد من رجال. الكلام ده هنقلو ازاي هنقلو ازاي هنقل مايكل wanted everything طبعا. he wanted to be king instead of his brother. he wanted to marry flavia because his mother was not royal. مش? royal ملكية من الملك ومبدو. he also wanted to keep Antoinette even if. حتى لو. he married flavia. he wanted power. السلطة والنفوس and love. but in the end. was killed without achieving anything. من غير مايحقق اي حاجة. اللي عايز كل حاجة بيخسر كل حاجة. خلي بالك احنا برجع لأسئلة دي. ومن خلالها بنفهم احداث تانية. يعني احنا مش بنتكلم على الاسئلة دي. هي دي هي وما حصلتش. لا ده هي اللي بتفتح لي مجالات. بتكلم في حاجات كتير. السؤال يجي مختلف. تيجي في جزئية تانية غير السؤال بالزبط. بس جزئية فرعية من اللي شرحناها. يعني احنا بنفهم. فورتي وان. ديوك مايكل واس نت كليفر. ات حايدن جي سفيري. عندي مشهدين بيبقين انهم مش كليفر. في اخفاء مشاعره. المشهد الولف الكرونيشن لما سلم على مين? لما سلم على ردولف راسلدل. كان باين عليه الغضب. ووشه حتى تلون. من هو ووشه محمير بتحول للون الارابية. ومرة تانية في بيت فلافيا. برضو لما سابه برضه كده قاعد بره وما دعوهش يدخل ردولف راسلدل وفي الاخر قامله. برضو مش قادر يخبي ايه. برضو الغضب بتاعه. ما بيعرفش يخبي الغضب بتاعه كده. تحس بالغضاء كده. وين ذا ديوك سو راسندل. ذا بيرتاند كينج. اللي هو الكينج اللي مش حقيقي. ازا كرونيشن. his face became white. when he went to congratulate راسندل. ذا بيرتاند كينج. هي كنجراتي لكي تهين كاغلي. ساني عليه ببروت كده. اهل. ببروك. ها. وين راسندل فرجت الله وهي النسل ما هو يسمح له انتر. when they were at Flavia's palace. that you couldn't hide his anger. برضو مقدرش يخبي الغضب بتاعه. طيب. 42. سؤال حلو ايه. نماذج الساميلي. طيب وزورة. الاجالتي. was with a king. الشرعية والقانونية مع الملك. but. ولكن. بابولارتي. الشعبية ومحبة الناس. بلايد فور تلعب لصالح مايكل. الاسريك. مفيش. هتكلم على مايكل. وهتكلم على كين. هتكلم على لاجالتي مع مين. بابولارتي مع مين. بمعنى ان مايكل الناس الفقراء عايزين وهو بيجيهم امل في المستقبل. بيحبوه. لان هو عايش في وصيهم. طب الشرعية مع مين. بعد تاني. الكين. اللي هو المفروض تخطف وتسمي مدهجل ده. طب الشرعية معاف ايه. هو المفروض يبقى الملك هو البولدر. تاني حاجة البشوانديز التاني. مش روية. يعني امامتو مش روية. لو امامتو مش ملعيل الايه. امامتو مش ملعيل الملكة. فبالتاني ماينفعش. يبقى الملك قانونة. طب. يبقى دول النقط اللي هتمشى عليها. تلات نقط. التلات نقط اللي هم هي في تغيير يا ماينفعش. من النقط اللي هم هي في الأجلية. الناقصة كل ماينفعش في من الصفحة. الناقصة كل ماينفعش. الناقصة كل ماينفعش. فقط ممكن إمالك إذا مارت لو تزود من برينسس فلافيا إذا الشرعية مع مين؟ مع روضولف الفبيرت. تعالوا نشوف بقى ببولارتي. ببولارتي بلايت فور بايتر. كمان بور بيبل سبورت ديوك مايكل. اللي قال لهم اللي عايزة الدنيا تتغير انتو فقرا عايزة تبقى أحلى بالنسبة لكم. الشرعية مع مين؟ مع الدين. ببولارتي مع مين؟ مع مايكل. فقط الشجير الخبيث الانتهازي اللاقين بيعمل أفضل استخدام منين من الصدفة؟ الستري. برضو سؤال في لماسك. الوسارة؟ طبعا احنا عندنا مايكل استغل الفرصة اللي هي بتقول انه أخوه عنده ضعف نحية الأكل. استغلها وبعت له الأكل المسمى. وعندك روبرت حبي يستغل فرصة انه فيه هو متخيل ما عايز يبقى الكين. فخطت خطة منه يقتل مين؟ الديوك وياخد مكافأة من مين بعد كده؟ ياخد مكافأة من ردور فرصة. فدور أشرار بيستغل له الصدف بس برضو مرعيتش صالحهم في النهاية. مايكل واس لاي. كان لديه أفضل المساعدة من ردوره. استفاد. أقصى استفادة من حبه خوف. فرصة. دموت الله. وعندك روبرت له بعطلوب كيكس. لتحذر منه. طبعا. روبرت باع. أيضا واس لاي. ليه؟ كان يصدر أنه اعتقد مجدد. ديوك. رسندل يستيقى كم ردور. وياخده يكافأة. فرصة. هاي كافأة؟ ليه هيدين فلوس. ليه هيدين فلوس. ليه هيدين فلوس. طيب. فورتي فور. هاو ديوثين. مايكل زمان ديسكفر سابت بلان. اكتشفوا الزايرك. قالت مايكل. خطة سابت. فور زاكرونيشن. اللي هي ناخد ردور فلسندل. تفتكر عارفوا من مين. مافيش حاب تعيكون قلهم غير. جوهانز ماسر. مامة جوهان. ماست هاف بن. اكيد كانت جوهانز ماسر. هو طالدهم. بانه هو ايه. بايسنجين يعني ايه. سممه. بدل مايعمل اي طريقة تانية. ليه سممه ماعملش اي حاجة تانية. هو لما يتسممه في الوقت ده. مش هيباني انه هو قتل. هيباني انه متطبيهية. يعني في الوقت ده اقصد. الاساليب الطبية مش متطورة. والطب الشرعي والحاجات دي. تمام. فروح تجاوه تقول ليه. ليه سممه مش قتل بتلاتة تانية. because it would be difficult. اصعب. to prove ان احنا نسبت. that he was responsible for the poisoning التسمين ده. طيب. تعالى نلقل بقى في نقطة تانية برا عن الديو. نروح لروبيرت ده. عشان شخصيا مهمة برضو روبرت. رغم النوع مش اين بدور كبير. بس هو شخصيا مهمة قوي. روبرت الشرير ده. ان يور. طبعا خلي بالك بالسبلنج بتاعنا. روبرت الشرير اريو. قيل روبرت. لو اخ مين اخ روبرت. اليورباليان. why was robert. اول حاجة هقولك. deceitful. مخادع. 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 وفيها بلادي من. فيها agressive. يعني ايه ديرنج دي. يتقالوا في الموقتة دي عبلادي مان رحتواخد فيها ايه بتاكي يسرجسد كرينجي مين سابت وفريتزو ومايكل وذا كين وهو هياخد داعي ريوارد وانت تبضل كين ديرين جديد اجريسيف عدواني هحكي فيها نفس القصة بتاعت الطعنة دي تشيك هانز وفين وبعدين قرب منه خطوات يعني ايه يعني طعنه طعنه فين انزا شودر انزا يا روبر شودر جد فوق ستاب طعنه طعنه ليه روبرد دايد الحصان بتاعه لانه في النهاية كنا في الفرس في الغابة في اللحظات اللي كان حيقتله ويقتله مين زهر فريتز زهر من دايد على حصانه بس معاه مين مين فريتز جار يا روبرد بالحساب بالعقل اتنين ضد واحد مش هقدر مين رقم اتنين يعني ان في واحد معاه جن دا بندهين يقتلني انا معاه ايه معاه السيف السيف دا اخر ايه طيب السؤال اجابته بكاوه فريتز باوه باوه تقدر تقتل من بعيد فريتز باوه 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 وهي برضو من الشخصات المهمة good observant يعني قوية الملاحظة قوية الملاحظة دا في مقطة مهمة لما شايفت رودروف راسندل في أيكو انت تغيرت كده ليه شكلك كده بقيت مور تايرد سيريس فينر ايه متغير تمام she told راسندل that he looked different and that he looked more tired سيريس and فينر جد اكتر اه طبعا ان الكنجر حقيقه مش جد خالص يعني ولا بيبقى مطعب على طوم مرفع عن نفسه طب الست دي فلافيا دي الباتريوت يعني عندها وطنية لما منجرد ما رودروف راسندل قال لها انا رايح اقاتل ديوك مايكل لو انا مراجعتش انت هتبقى الليدر للبلد اقيتو انا مستعدة اعمل اي حاجة حتى لو كنت انها ابقى الليدر لهذه البلد طب ويها لما تبقى الكوين ملكة للبلد حاجة وحشة تباين انها تباين انها كده محظوظة لا ده هتبقى بتقولها هبقى مستعدة لو انت مراجعتش يعني معنا كده تغلب عليك الديوك وعايت فضيلة بقى انه نفسه يبقى الملك فه ممكن يخلص عليها يا كمان تعمل اي حاجة صح من اجل ريوتانيا ريوتانيا ففتي تو اه اه هاو دز ذا برينسس ريكت رب فعلها ترسم بلز ريكولنج تذكره انه لما تذكر واعمل ش محتاج يقلق مخصوص المجتمع ايه رب فعلها او قال لها كده انه انا انا او امري ما كنت افكر ان انا هيبقى مسئولية المجتمع لانه المفروض طول عمره يبقى عارف انه هيبقى مسؤوليته المجتمع لان الملك بيبقى عارف من اليوم ما يتولد كل واحد بيبقى عارف في الليلة الملكة هيبقى ايه انت هتبقى الملك بيبقى عارف كانت لانه كان دايما عارف كان المفروض يتوقع ان يكون عنده مسؤوليات فادهاش ها الكلام ده ده غلطة مستيك كبيرة والله حقو فيها لو تفتكر السبت قاله في حد عايزك كده اخده وقعا بي مش راكل كده حريص هل انت معه ولا ده طبعا انا معه مش حريص حد يأكل الاكل من واحد بقيت له يأكل من الاكل ده وهو يعني الناس كلها عارفة انه عايز يبقى الكينج مكانك ده انت الانسان البسيط لو حد لو عاده ويخاف يأكل يقولك حاطتلي حاجة في الاكل يقولك ده بجده الناس البسيطة يعني فانا قلت انا مع الرأي ده باي طريقة تفكر الملك بتاعنا هيحكم وطريقة اكيد مختلفة بالخلال اللي احنا درسناه انه هو يبقى كينج حقيقي لأ اعرف منين يعني كينج حقيقي لانه اتعلم من مين من جود الفراسندل فا قلت لك باي طريقة هيبقى كينج حقيقي جلتني يعني شراها شرحته خطته في ايه يعني موقف حرك ازاي شرحته بالاكل خليته اكل الكيكس اللي كان يخليه فقد العرش حتى حتى ايه رغم انه اكل كتير في العشق اكل بايطان كيكس شراحة دي بقى شراحة دي بصراحة لما شوحد جعان بيأكل ده واحد اكل وبيأكل تاني وبصراحة كان على روشق كان على روشق تلوز برون العرش بطفور يعني لو لا سؤال جميل قوي سؤال جميل قوي بيقول الحز بيلعب دور الحز بيلعب بوار طب فيت القدر حافز للملك على العرش سؤال بطريقة ثالتة بيه 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 بل قدر لو قلتلك الحز اه ايه كانت طريقة المهمة حنتكلم على نقطة مهمة العرش ده حافزنا عنه او اتحافز عليه اه بصدفة غريبة حصل وقت ما تسمم الملك ثم ما تخطف كان فيه عندنا او قدام الحراسة والمساعدين بتوحز الملك قدامه بشخص يشبهه تماما ممكن يقعد في المكان بتاعه اللي يحضر الكرونيشن ثم يقعد في المكان بتاعه لغاية ما يقدروا يحرروا الملك الحي تماما فهنا نتجلم في الحظ يبقى نتكلم ان رودل فو يبدأ exactly like the king ما قاله بقى واصن رودلتانيا كان في رودلتانيا when the king was poisoned so he could attend قدر يحضر the cronation instead of the king to save the crown and throne عشان نحفظ نحافظ على ننقذ مين التاج والعرش without rudolf the king would have lost his throne forever لو ما كانش موجود كان خسروا كانوا يكملوا عليه هو ايه اللي منحهم انهم ما يكملوا انه في واحد موجود في البلد تتوقف دقى الخطط لغاية ما نشوف نعمل ايه مع rudolf فلسندل and would have been either dead or imprisoned ايه مكان قتل ايه مكان دخل السجن للابد وفقط طبعا لعش طيب 57 was intelligent and wise give example طبعا حديك مثال اهم مثال انه لما تسلم الملك هو اللي اقترح انه روبر فلسندل يحل محله هو اللي قال احنا محظوظين ان انت موجود اتفضل بقى تحل محله وتاني مرة لما اتخطف بقى الملك قال انت لازم تكمل فدايما بيلاقي ايه حلول الزكاء والحكمة دي جايا يستشهد بايه الحلول تحت ايه يعني يعني هو بيلاقي ايه حضرتك حلول حلول ليه to up to with late obstacles obstacles دي يعني العوائق المعوقات as he found a solution لأحل to save the throne he suggested the truth of the cronation to save the throne and the crown when the king was poisoned طيب وممكن اضيف بس هو قال اكزامبر واحد اضيف ان هو قال ان انت تكمل بقى لعب الدور لما كينج ايه اتخطف سابت كان كورفل حريص ان كوشوس حريص شو عندك مشهدين المشهد الاول لما راجعنا من hunting lodge وقعدنا في الحجرة بتاعت الكين وحد خبط فرح بسرعة اللي خبط ده كان جاي سيرفانت من طرف فلاديا ورح بسرعة ايه المين ردرف رسمبر ادخل السرير وجاي منك كنت نايم ما كنتش قاعد برا بايت برا الموطف التاني وهم برضو جايين من هونتجولوجو دخلين على البناس الولد اللي شاخال معاهم كان حريص انه بقاليوش ان الاصابة بتاعت رودرف رسمبرد ده من ايه وغب عليه برضو وقال ان هو من افضل ان لا تسق فى افضل الرجال يبين قدي كده هو حويت طب رح تقالك ايه 58 ماني يهير دعنق اتزادرون سابت اسكد رسمبرد ان تجوين تزا بيدرون يدخل قتنوم عادين في الجناح الملك قلت نوم كده وقدمها ودا ليذينك كده take his hat and puts off يخلع البود والقبعة and climb into بجويت خلينام في السير he also asked him to cover himself up so that people might think he was asleep طيب سبت spoke with the reader with great caution as he saw it was best not to trust even the rest of men نعتقد من الأفضل ألا تصف أفضل الرجال الدين تكوشس يا سبت وقبل كده قلنا ان انت intelligent قلنا wise طيب قد بقى دي 59 which is which character is wiser in European من أكثر حكمة سبت ولا فريدس طبعا بوضح قوي سبت هو الحكيم آآ التاني ده مندفع شوية فروح تقول لك سبت was wiser because he planned بيخطط لeverything طب وفريدس راش مندفع original غير عقلاني spontaneous يعني كمي سبنتينيوس عفوي أي حاجة كده أول مالكين جدت تسمي جولك نبلغ الناس ونحاول نستفيد بالموضوع يعني متبلغ الناس إيه هو احنا عادين آآ يعني نحكي مع خلقنا إلا عايزين حلول مش عايزين من كلام كده آآ ده رأي مين؟ ده رأي فريدس أما سبت قال لا احنا هيقض ده مكانه بس محن نصرر فريدس قال المكان مين الكين آآ ونقضي transformation بعد كده تيجي آآ نجيب آآ الملك ونرجعه آآ كذا يا طيب طب ليه لا مش الكينج يعني ليه قال لي فريدس عشان نقول صراحة كده قال له يعني آآ آآ اصراحة اتعور ايه المشكلة وبان احنا خرجنا ايه المشكلة انه هو يعني آآ آآ زي وزي بيتي الشباب يعني بيخرج يعني ايه ده معنا بتسأل كتير ليه المشكلة في ايه؟ ليه قائل كلمتين دول هتروح اقير لي هي دير انت نوعات فريدس مش عايزه يعرف الحقيقة آآ What about accidental engine As he thought that it was best not to trust the best of men يعني it was best was best not to trust the best of men يعني من الافضل اللي تصغ فافضل بجيب من الافضل اللي تصغ فافضل ايه؟ افضل بجيب طيب اه سوري اه سكسي واي واي do you think ليه؟ لقاوه بس سكسي كده يعني حاسي السؤال طويل بس اجابته يعني مش صعبة يعني ليه تعتقل الالك المتين دول الفرايلر هو مش عايزه يفهم لان هو معتقداته ان هو ما ينفعش نصق في افضل حتى الرجال لان هو كوشيس فهمي؟ سكسي وان ليه قال له تاريخ الاسرة؟ طويل بهم طويل بهم طويل بهم تاريخ الاسرة مساعدة انه ما يكتشفش حقيقته حويته حقيقية عشان يخليه يقدر يتعامل مع الناس من غير ما يكتشف حكاله تاريخ الملك عشان ما يكتشفش اكيد طبعا ليه يجي يسلم عليه فريند ولا حاجة كده يبقى الى حد ما يفهم ولو تسعين في المية ويشكله شوية يغلط غلطة يعني يغلط بس مش كتير سكسي ستو سكسي ستو لماذا تعتقد سابت وفريدس لم يقتل جوهانز ماثر؟ ليه ما قال ناش جوهانز ماثر؟ لان احنا لا مش ناس بطوع قتل ولا مجرمين زي الديوك هذي ير مط ايفل لانهم مش اشرار ولا بلادي دمويين تمام؟ سكسي سري لو انت مفترض تحل محل شخص مهم اي معلومات تطلب تعرفها؟ لعمل مثل هذي المهمة لو انا هحل محل حد اعرف اصحابه اعرف نوع الضعف اعرف بيحب ايه؟ اعرف اهتماماته اعرف اسرته عشان اعرف اتصرف كده ما بقاش ماشي معمي فايه اللي انت لو انت هتحل محله واحد وانت سببوست انك انت ابليس تحل محل شخص مهم شخص ايه؟ مهم ايه اللي انت المفروض تعرفه؟ اللي المفروض تعرفه؟ المفروض اعرفه الفرنس السورفر الواغنس نوع ضعفه تمام؟ اه هز لايكس لايكس يعني لايكس الحاجات اللي بيحبها انتورسس هز فاميلي طب اعرفة ادليه مثال تشوزة توريني اتوص هار المصعب فور ايون تدسكافر الهوية الحقيقية الهوية الحقيقة مثال اخير مثال واحد في الفرنس لما فريدز شافه ولما راجع من الانتج روش وباود انحناله دا يبين ادي ايه؟ صعب انك انت تكتشف اذا كان فريدز اللي هو كان عايش مع الملك ويعرفه انحنى وتخدع اه فريدز فورتت فو زريل كينج باود داون انحنى ان فرنط افراد فراسندل افتر اه تاوميك باك فرم زانتج روش كيف يعتقد انه كان عايش سكستي فايف لماذا كان عادي انه مهم انه الخدم الجنات ازا كاسل اللي هم بهم بدل بقى اللي تقتله رجالة الجديدة اللي جات في الكاسل مهم اول ما يعرفوش ان كينج مسجول عشان لما رودرف راسندل يروح يفكروا ان هو مين ان هو كينج يحترموه ويتعوه سو سي يعتقد ان راسندل كان كينج اذا كانوا انهم سكسي سيكس ماذا لو ستوا راسندل من ناحية ومايكل من ناحية ضد مايكل وماكس فكنا عند المفرق الطرق لو الاتنين بقى راحوا ياوستيس لالحانطنجلودش شو اللي بتأكيد زرول بير فايف هيبقى اكيد في معركة وهيبقى فيها ناس لماذا تعتقد ان كينج ميت ذا السيكري باسدج ليه تعفت باقي الكنج الحقيقي عمل السيكري باسدج اللي هرب منها رودرف راسندل المسابتة وطلعوا منها على الحانطنجلودش عشان يجيبوا الملك اكيد عملها عشان يستخدمها وقت الطوارئ حريقة هجوم اي ان كان تنكسف في حالة خطر او طوارئ طيب حلينا ال66 سؤال دول حيفهمك يفتحوا كده قدامك افكار جديدة انك انت بتتعامل مع السؤال اللي فيه الفكر ده بطريقة ضريفة وبسيطة اهم حاجة برضو لازم منفكر بس نكتب كرامر صح و سبيلين صح و سلام عليكم مرم تولو بريكة اشتركوا في القناة